موسيقى رغم أنه لم يلعب في مركز المهاجم أو صناعة اللعب إلا أنه كان نجماً لمونديال إيطاليا 90 ترك خلفه أرقاماً قياسية لم يكسرها أحد حتى يومنا هذا نجم وضعه انتر ميلانو في متحفه للمشاهير مع أساطير النادي ومدرب لديه الخبرة الكبيرة في الدوريات العربية من هو ضيف توقعاتي؟ فلنتابع معاً دون وولتر زينجا اسمه في كتاب تاريخ كأس العالم عندما حافظ على نظافة شباكه لمدة 518 دقيقة في مونديال إيطاليا 90 عندها قاد بلاده إلى أحراز المركز الثالث بتلقيه هدفين فقط طيلة مشوار البطولة لعبت زينجا مع الأجزوري 58 مباراة طلق خلالها 21 هدفاً فقط وهو ما جعله يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم ثلاث مرات بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والأحصاء الذي اختاره أيضاً من بين أفضل 20 حارساً في القرن لعبت زينجا أغلب مسيرته مع انتر ميلانو وحقق برفقته الدوري وكأس إيطاليا وولتر زينجا أسطورة حراسة المرمى الإيطالية والأوروبية والعالمية وصفيدر من القرن الإطالية أهلاً بك إلى برنامج توقعاتي شكراً وولتر عندما تقفو هنا في برنامج توقعاتي الخاص بكأس العالم كيف تشعر وانت لا ترى عالم بلادك موجود؟ شكراً شكراً شكرا للمشاهدة 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 من سيواصل ومن سيودع على مسؤوليتها كلها؟ الأول منتقب انغلترا والثاني منتقب اليراني بقيادة كاروش مجموعة الارجنتين ومسي في مواجهة الأخضر السعودية ومكسيكو وPollانيا بالمجموعة الارجنتين وPollانيا ماذا ستبعت السعودية لتطيق بالكورة الاسيوية والمتخب السعودية في احداث المفاجرات في هذه المجموعة؟ المجموعة العربية المجموعة بطل العالم فرنسا تصدن باستراليا والدنمارك والمتخب الفريق هو المنتخب التونسي من سيت اهل ومن سيت اهل ومن سيت اهل ومن سيت اهل beh questo è ovviamente francia e danimarca sono due squadre che hanno un po più delle altre la tunisia potrebbe essere una mezza sorpresa ma credo che francia e danimarca siano superiori francia prima danimarca seconda مع احتمالية ان يحقق المنتخب التونسي مفاجأة في هذه المجموعة المجموعة الخامسة بطل العالم يستضن ببطل العالم كذلك المنتخب الألماني والمنتخب الإسباني في مواجهة كوستاريكا والمنتخب السعود واليابان لمن الكلمة؟ المجموعة الخامسة بطل العالم المجموعة الخامسة بطل العالم المجموعة الخامسة بلجية canada المغرب croatia المجموعة الخامسة بطل العالم المجموعة الخامسة بطل العالم titles الك positive الكلمة بالمhadents Cox الأسعب في هذا المنزل يتحدث في العالم خمس مرات البرزيل في مواجهة سربيا، سويتسرا والكامرون في هذا المنزل Stesso discorso per gli altri gironi Qui c'è una nazionale africana che ha grande talento E però col grande talento non sono mai riusciti a fare chissà quali grandi imprese Però il Ghana qui potrebbe essere la sorpresa del girone E a discapito di Uruguay o Portogallo Io penso che vada avanti il Portogallo e il Ghana Il Portogallo primo e il Ghana secondo وغانا في المرتبة الثانية لماذا السبعات الأرقوي والكل يعرف أنه يضم نجوم كسوارس ككفاني والعدد بين النجوم الشباب يعني perché comunque una la devi far fuori una deve uscire e secondo me in questo mondiale ci potrebbero essere delle sorprese إذن هذه هي المنتخبات على مسؤوليتك Wolter التي أهلتها إلى الدور الثاني من Mondial Qatar قبل أن نواصل التوقعات Wolter بعد تدريب عدد كبير من الاندية أين هو Spiderman الكورى الإطالية اليوم؟ موسيقى Io vivo a Dubai da tanti anni e sono stato in giro per il mondo non ho nessun pensiero di dire lì no, qua sì mi manca il Qatar mi manca il Qatar il Qatar sarebbe una soluzione che mi piacerebbe molto تتمنى أن تدرب هنا أن تدرب فريق قطاري في المستقبل القريب وليناتون اليميراتي وليناتون الارابية السعودية بركنو وولتر قدمتم بطولة كأس عالم رائع جدا في مونديال التسعين قبل أن تنهي الأرجنتين أمالكم في الدور النص النهائي هل وولتر زينغا تحاولي لنفسه أسئلية من الفنيدية؟ نحن نظر هذه المثالة بعدها جميع مشراً وعادم تلقيق أي هدف في خمس مباريات و تحديدا في خمس مئة وطمانتاشر دقيقة هل شعرتم في ذلك الوقت أقرب إلى التتويج باللقب المونديالي؟ بأن اجتباركي بناسبب، لا أرانيًا، ما يجب أن تحديد دلقائيين؟ أبدا أن أصل إلى التباقبات؟ نتقنى؟ إيران كارلوس كيروش في مواجهة أولاندا من تؤهل؟ به non me ne voglia il mio amico كارلوس كيروش gli ho già fatto passare il turno adesso però con l'Olanda إيران سياتفاوك على الويس بانغال Carlos Carlos lo conosco è un mio amico però con l'Olanda Olanda إذان التوحين إلى الدورة النهاية الآن l'Argentina والدنمارك vado per l'Argentina عطول Argentin بدون أي تردد الآن Espanya Belgica qui è tosta qui è equilibratissima questa partita questa è vado per l'esperienza della Spagna Espanya Espanya وإنريك إلى الدورة النهاية الآن البرازيل وغانا برازيل برازيل دون أي تفكير ودون أي تردد البرازيل إلى الدورة النهاية إنجلترا وبطل إفريقيا السنغال سنغال سنغال ولكن ستكون مباراة صعبة جدا على الإنجليز سورpresa vince السنغال سنغال ستكون مباراة سنغال سنغال ستكون مباراة وتتأهل إلى ربع نهاي Mondial Qatar الآن Francia Polnanda Francia ovviamente Francia بالتأكيد Croatia و Alemania قمة europea من العيار الثقيل belle partite belle partite a fatica con grande sofferenza ما andrà avanti la Germania Alemania Alemania إلى ربع نهاي Mondial Qatar لماذا برأيك Alemania ستمر هل برأيك Flick هو الرجل الأنسب لإعادة أمجات الكرة alemanية وإعادة المنطقب الألماني إلى الواجهة بعد خيبت Mondial Russia البحر la Croazia el una squadra con grande qualità con grandi giocatori brozovic per sich modrich e compagnia son una squadra esperta di qualità che son tanta roba pero con la germania alla lunga ai supplementari penso che possa pass الآن البرتغالي والسربيا البرتغالي والسربيا البرتغالي والسربيا hanno già giocato e la serbia ha vinto in portogallo potrebbe ripetere serbia هل تقصي Cristiano Ronaldo من الدور الثاني للموضيال vabbè ha già vinto tanto ha già dato tanto al mondo lascia qualcosa a qualcun altro va avanti la serbia يعني برأيك Cristiano Ronaldo لا يحتاج إلى رفع كأس عالم ليكون أفضل لعب في العالم لا يحتاج هذا اللقب certo sarebbe sarebbe importante per lui chiudere con una finale del campionato del mondo ma tu mi hai chiamato qua per fare delle previsioni e io è ovvio che cerco di fare delle previsioni anche un po' di fantasia perché così almeno se succede qualcosa qualcuno dirà ah l'abbiamo detto quindi l'Italia ha detto che ha detto che l'Italia ha detto che ha detto questa cosa qua non esiste più basta guardare il Milan basta guardare l'Italia che ha vinto l'Europeo giocando un calcio splendido il problema di Mancini è uno solo che in questo momento ci sono pochi attaccanti pochi e quindi lì fa un po' più fatica se pensi ai più grandi attaccanti dell'Europa giocano tutti nel Real Madrid nel Manchester City nel Liverpool e in giro per il mondo quindi lì sta un po' il problema però Mancini si è l'uomo giusto è il mio sogno si era il mio sogno perché nell'Inter ho giocato per vent'anni ed è chiaro che sarebbe stato il chiudere il cerchio il compimento di una di un percorso però non sempre i sogni si avverano quindi si va avanti lo stesso infatti ti ho detto che il mio prossimo passaggio vorrebbe essere allenare in Qatar questa diventa una gran bella partita però sono stimolato da una cosa da una semifinale argentina-brasile e quindi vado per l'Argentina argentina io voglio dire l'Argentina fino al mondo in Qatar ora l'Europa latina tra il Brasile e l'Espania e te l'ho detto il Brasile perché nella fantasia una semifinale argentina-brasile non è tanto brutta ora il Senegal e la Francia e di qua e di qua sarebbe carino una semifinale Francia-Germania quindi Francia-Germania فرنسا è stata una semifinale e la Francia-Germania è Walter Zinga che gioca oggi ora se guardiamo la Champions League dell'anno scorso Courtois perché ha fatto un campionato incredibile se guardiamo la carriera Neuer se guardiamo se guardiamo Donnarumma no sto arrivando se guardiamo all'ultimo campionato d'Europa all'età e alle presenze Donnarumma ovvio quindi si può svariare Cosa è il найdi l'arabi l'afdol che ti darrabbi? sono sono veramente legato a tutte perché ho allenato l'Al Nasser a Riyadh l'Al Jazeera ad Abu Dhabi l'Al Nasser a Dubai ho allenato e sono stato bene dovunque dove sono stato quindi grandi ricordi da parte di tutti dopo l'attesa l'alba ha fatto come un attimo per un attimo è possibile che Wolter Zynga si si non sono arrivato a Hollywood no ho fatto solo delle cose in televisione e mi sono divertito è stata una cosa carina di fianco alla mia carriera di calciatore Wolter si 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 ما هي رسالتك للاعبين تحديداً حول العالم؟ نعم ترجمة نانسي ونانسي ترجمة نانسي نحن نختار الأرجنتين أرجنتين إلى نهاية موندية الآن فرنسا، ألمانيا فرنسا، دون تردد فرنسا قبل أن نتعرف على هوية بطل مونديال قطر لدي سؤالين من هو أفضل لعب عبر التاريخ؟ في تاريخ قرات القدام، من هو الأفضل؟ فرنسا... فرنسا، cualه kilometer فرنسا... نعم الآن لمن الكلمة سكالوني في مواجهة ديدي ديشان أرجنتينا ترمي أمينكي لأرجنتينا الأرجنتي أكيد إذن الأرجنتي بقيادة ليونيل ميسي بطالة للمونديالي قطر على حسابي حامل اللقاب المنتخب الفرنسي بتحس أنو توقعات كانت منتقية وممكن تنجح فيا تلو ديك buenos selected طلعًون سندتي للمشامل نحن الأرجNetنا جاءتوني نعيركم OP شكرا جزيلا على قبولك الدعوة لبرنامج توقعاتي ونتمنى جدا أن تعود الهيبة الإيطالية على الساحة أو إلى الساحة العالمية شكرا جزيلا